اشتركوا في القناة قبل بداية الموسم والكلام هنا على القيمة على القيمة الخاصة بالتيشرت القيمة الفنية ودي شق مهم جداً احنا دايما بنقول تيشرت النادي الاهلي تيئي لقوي تيئي لقوي يعني ايه وايه تأثير فكرة تيئي لقوي دي يعني بنعمل بيها ايه ومن ناحية التانية ناحية الاقتصادية قيمة تيشرت النادي الاهلي من ناحية الاقتصادية وفي الجزئية دي وطبعا من حيث الشكل دي حاجة بتهم الجمهور النادي الاهلي جدا وانتوا عارفين ان الشركة اللي بترعى ملابس النادي لأهلي واحدة هي تقريبا يمكن نمرأ واحد على مستوى العالم لكن قصة البراند دي بتهيألي ملهاش علاقة تماما بالنحية التسويقية وبالمناسبة الأهلي يمكن يكون الفريق الوحيد في مصر اللي على مدار تاريخه لبس تقريبا لكل كل وأكبر الأسماء في عالم الملابس الرياضية مفيش مركة وفيش براند عالمي ما حطش اللوجو بتاعه والبراند بتاعه على تيشرت النادي لأهلي فالقصة مش قصة البحث عن براند بس لكن هنا كيفية استغلال براند النادي لأهلي ودي الجزئية المهمة كام نادي في العالم بيلبس تيشرت حمرة سهل قوي انك انت تروح تشتري نفس تيشرت دي وتحط عليها أي لوجو لكن اللي بيعمل الفريق هنا هو اللوجو أو الباج الخاص بتيشرت النادي لأهلي ومن حيث الشكل أكبر أندية العالم طبعا بتلبس لنفس الشركة وأنا جبت لكم مثالا على ده طبعا الملكي ريال مدريد نادي طبعا واحد من أكبر أندية العالم والمنافس الأول للنادي الأهلي على مستوى أكبر الأندية أو أكثر الأندية حصولا على الألقاب وطبعا عملاق البونزليجا المسيطر والمهيمن على البطولات في المانيا واحد من كبار الفرقة الأوروبية والكبار الفرقة في العالم طبعا واللي سبق لنا مواجهته في أكتر من مناسبة ما بين ودية وما بين رسمية باون ميونيخ ودي تيشرت النادي الأهلي هي عموما الشركة من ناحية الجمالية يعني ودي أمسألة أزواء بتتسم الاستهالات بتاعتها بالبساطة في التصميم يعني بما أنه الفرنسويين والطاليان هم ملوك الموضة يعني فدايما الفرنسويين عندهم مقولة شهيرة جدا اسمها يعني البساطة هي الجمال وأنتم بتشوفوا حتى تيشرت ريال وحتى تيشرت البيان خطوط بسيطة جدا ما فيهاش شجر ما فيهاش بهرجة ما فيهاش تفاصيل كتير وفي النهاية دي مسألة أزواء لكن لما نيجي لقيمة اللوجو قيمة البادش قيمة اسم الكيان اسم النادي الأهلي اللي دايما يصنع الفارق محتاجة أقف مع حضراتكم في نقطتين عشان نعرف قيمة النادي الأهلي بالورقة والقلم زي ما قلت لكم بالأرقام بتقول إيه سواء على المستوى العربي أو على المستوى الإفريقي والاتنين دول بيعكسوا فوارق شاسعة فوارق شاسعة على المستوى الفني وعلى المستوى الاقتصادي عالما بأن صفقة ملابس النادي الأهلي هي صفقة تاريخية ما فيش نادي على مستوى قارة أفريقيا مش بكلمة على المستوى المحلي بكلمة على المستوى قارة أفريقيا بكل العملقة اللي فيها بكل الأسماء المحترمة والكيانات الكبيرة جدا واللي حققات بطولات كتير جدا على المستوى المحلي في بلدها أو على المستوى الإفريقي عندنا الرجاء عندنا الوداد عندنا مازينبي عندنا الزمالك عندنا سانداونز وغيرهم من الأندية ما فيش حد فيهم يوصل لهذا الرقم في صفقة رعاية الملابس خلينا نروح لقيمة القيمة الأندية الأعلى تسويقياً على المستوى العربي واحد قبل ما استعرض القايمة مع حضراتكم الأهلي بس دي أهم نقطة إنه الأهلي هو النادي العربي الوحيد اللي بيمثل القارة الأفريقية في الأندية الأعلى تسويقية الأندية العربية فيهم أو قيمة الأندية الأعلى تسويقياً أو الأغلى تسويقياً على مستوى الأندية العربية فيها تسع أندية من الخليج ونادي واحد فقط من أفريقيا أو تسع أندية من أسيا ونادي واحد فقط من أفريقيا هو النادي الأهلي المصري اللي بيحتل المركز التاسع النصر فيه المقدمة بإجمال قيمة تسويقية تقترب من 64 مليون يورو بيجي معاه في المرتبة التانية النصر السعودي طبعا الهلال السعودي في المرتبة التانية بقيمة تقترب من 61 مليون يورو ودول الأعلى تسويقيا على مستوى الأندية العربية بفوارئ كبيرة جدا بعد كده بيجي الشرع الإماراتي بمبلغ يقترب من 40 مليون يورو تحت جد السعودي 36 مليون يورو الشباب السعودي 35.5 مليون يورو الدحيل القطري 31 مليون يورو الاتفاق السعودي 31 مليون يورو ثم الوحدة 29 أو تقريبا 29.5 مليون يورو ثم الوحدة طبعا الإماراتي ثم الاهلي المصري 28.35 مليون يورو وبيجي في المركز العاشر العين الإماراتي باعتقد 28.12 مليون يورو الأرقام دي بتأكد أنه طبعا حاجتين خدوا بالكوا أنه الأهلي على المستوى الرسمي قابل الدحيل وقابل الهلال السعودي في مناسبتين مختلفتين كانوا مواجهتين في بطولة كاس العالم للأندية وانتوا عارفين طبعا القدرات الاقتصادية الكبيرة جدا للأندية الخليجية ورغم الفوارئ في القيمة التسويقية لكن نجح الأهلي أنه يتغلب على الدحيل على أرضه ووسط جمهوره في بطولة كاس العالم للأندية وكان هو مستضيف البطولة واحد من أقوى الأندية القطرية واحد من أقوى الأندية الأسيوية بشكل عام ثم كانت المواجهة التانية أمام الهلال السعودي والفوارئ من ناحية التسويقية كانت تكون الضعف قدرات الهلال السعودي عمل صفقات يمكن حتى الصفقات أو الانتقالات اللي عملها قبل بطولة كاس العالم على ما أتذكر كان فيه اتنين من اللعبين اللي اشتراهم الهلال قبل البطولة كانوا تقريبا في حدود 25 مليون يورو نتكلم على صفقتين فقط لغير ورغم كده الأهلي قدر يتفوق على الهلال بنتيجة 4-0 فبالتالي هنا احنا بنتكلم على القيمة الفنية فكرة بقى اللي كنت بقول لها حالكم عليها فكرة انه ليه تيشرت النادي الأهلي تقيلة وازاي اللعيبة اللي بتيجي النادي الأهلي بترتفع قيمتها التسويقية وارجع وبص على ترانسفر ماركت مثلا لمعظم نجوم النادي الأهلي القيمة التسويقية قبل الانتقال لنادي الأهلي كانت كام وبعد الانتقال وبعد المشاركة وبعد تحقيل الأرقاب مع النادي الأهلي بتبقى كام الجزء الثاني من الأرقام مرتبط بالقرى الأفريقية ولما ليجي نبص للأندال أعلى تسويقيا طبعا الأهلي في الصدراء بما إنه كان الأعلى على مستوى الوطن العربي والوحيد الممثل لقرات أفريقيا لكن على مستوى القرى الأفريقية الأهلي بيأتي في الصدراء بـ 28.5 مليون يورو سان داونز في المركز الثاني 25 مليون يورو الزمالك في المركز الثالث 22 مليون يورو التراجي رابع 18 بيرامدز خامس 17 الوداد المغربي 6 ب 16 أوراندو بايرتز الجنوب أفريقي 7 ب 15 مليون يورو والرجاء في المركز الثامن برصيد 15 مليون يورو دي قيمة الأندية الأعلى تسويقيا على مستوى القرار الأفريقية توضح لحضرتك الفارق ليه تي شيرت النادي الأهلي هو تي شيرت الأهم على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي ويكاد كمان يكون بالنتائج وبالألقاب وبالإنجازات وبالمشاركات على المستوى القرية سيبك من المحلي دا لأن المحلي أنت خارج المنافسة أنت تغرد منفردا أنت مش محتاج فيش حد يقدر يقارن مبنى مهما كان عظمته مهما كان ارتفاعه بالهرم وفيش حد ممكن يقارن عربية مهما كانت إمكانياتها أو مهما كانت سرعتها بالطيارة المقارنة في الوضع دا تبقى هزلية المقارنة تحصل بين حاجتين نكون محترين في تحديد من الأفضل فيه لكن كل ما هو في خانة النادي الأهلي يصب في مصلحة أرقام أو قيمة تسويقية أو بطولات أو إنجازات طبعا فوارئ كبيرة جدا على المستوى المحلي وتكاد تكون أيضا على المستوى الأفريقي الأهلي مازال يغرد منفردا